النهاردة كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 ليه واقفين عند الموازنة دي يا جماعة لأن هذه الموازنة تتميز عن غيرها ليه بتتميز عن غيرها؟ لأن لأول مرة نحدث توازن في هذه الموازنة بيبقى عندنا دايما خلل في كل الموازنات لكن لأول مرة يصبح هناك فائد في هذه الموازنة كمان رئيس الوزارة قال أنه تم تخصيص تلاتة وتسعة من عشرة مليار جنيه لبرنامج لتمويل دعم الاسكان الاجتماعي كمان قال في تخصيص بزيادة في المخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية محددة وواضحة لها أثر اجتماعي وتنموي يعني بتكلم على اسكان اجتماعي وبتكلم على مبادرات اجتماعية لا سيما في موضوع الصحة والتعليم وكمان خلال الاجتماع تم مناقشة نتائج القمة الثلاثية لاستضافتها القاهرة واللي جمعت رئيس سيسيو الملك عبدالله ورئيس وزراء جمهورية العراق وأيضا النهاردة تطلق الاجتماع إلى موضوع ما حدث فيه امتحانات أولى سنوية الخاص بطريقة الامتحان عن طريق التابلت وشرح الدكتور شوق إزامح شرحنا لحضراتكم في أيام سابقة ما تم في هذا الأمر ورئيس الوزراء قال أن التحديات التي واجهت التطبيق لا تقلل من حجم ما حدث من تطوير أصبح مفهوم تماما لدى المجتمع المصري هذه الرسالة ترجمة نانسي قنقر